طيور بط في مزرعة صغيرة ببلدة فرنسية يمكنها أن تستمر في البطبطة كان هذا ما قضت به محكمة فرنسية رافضة شكوى تقدم بها أحد الجيران من أن أصوات هذه الطيور أحالت حياته جحيما وقضت محكمة بلدة داكس بأن الضوضاء المنطلقة من سرب مربية الطيور المتقاعدة دومينيك دوت والذي يضم حوالي ستين بطة وإوزة عند سفح جبال البرنيي بجنوب غرب فرنسا لا تتجاوز الحدود المقبولة وبعد الحكم قال الدوت إن البط ربح في النهاية وأعربت عن سعادتها لأنها لم تكن ترغب في أن تذبح بطها وتقدم بالشكوى جار الدوت الذي انتقل من المدينة إلى الريف منذ نحو عام للعيش في منزل يبعد نحو خمسين مترا عن تلك الحظيرة في إقليم سوستو حيث تربي دوت سربها من البط والإوز وهذا هو أحدث نزاع قضائي ضمن سلسلة من القضايا التي تنظر في المحاكم الفرنسية والتي تتعلق بالصراع ما بين حياة الريف التقليدية وقيام الحداثة في البلاد التي يقول سكان الريف إنها بدأت تغزوهم من المدن وكان سبتمبر أيلول الماضي قد شهد حكما قضائيا أيضا من المحكمة في روشفور بغرب فرنسا يسمح لديك يدعى موريس بأن يطلق صيحاته رغم شكاوى من جيران كانوا قد انتقلوا من المدينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة